هذا يقول بدأ التفكير في التفويد في هذا المصنع بداية 2002 لن نبيع البلاد كما سعى إلى ذلك من حكم تونس في 80 وبعد 2011 وذهبون إلى القطاع الأهلي بعد العمومي والخاصة نشدوا مالك لابريكا للرئيس محمود ما هو كان نغزروله بمنطق اقتصادي بحث هو الخلاف هذا بين القطاع الخاص لأنه الدولة تفوت في بعض الممتلكات بتاعها للقطاع الخاص أو ما تفوتش هذا عادي معناتها نقاش اقتصاد سياسي يصير في كل الأزمنة وفي كل العصور ولكل النظريات وكل واحد بطبيعة الحال وإذا العباد قابلة أنه تدافع على المنطق هذا فعادي ولكن أنا على الأقل نعرف أنه في وقت ما لو كاتر أو العباد تخمت أنه تبيع بعض ما تملك الدولة نظرا للظروف الاقتصادية أحنا رفيق فما مثال بسيد في الدار الله نقدر عليك ولا حاجة كان واحد يمرض وأنتي ما عندكش فلوس باش تداويه أول حاجة تمشي تجبدك التارة في السياغة بتاعك يا تمشي ترهنها في القباضة يا تبيحها باش نجم تملع المريض اللي عندك في الدار سينو اللطف عليك يموت لك هذي اللي العباد خمت فيه ما بعد الثورة ولكن فابع بيض أخرى تقول لك يا أخوة وابن علي خلي لكم فلوس رو بعد الثورة رو مزركي بيع تونيزي تليجوب وخلي لك 3000 مليار في الكاسة رو خلي لك احتياتي من العملة الصعبة في البنك المركزي اللي شدك درا قديش منها دو كان النقاش هذا ما تروح تبقى الطريقة وطريقة الإلقاء اللي تصير به توحي وكأنه كل ما وقعت تفويت فيه اليوم من طرف الدولة وكأنه تم التفويت فيه بأبخص الأثمان في حين أنه الراو قاعدين كانت شركات فارسة ونحكيوا على العديد من الشركات اللي كانت فارسة وتباعت الخواص وأصبح تتحقق فيه أرباح وبعض الشركات اللي مزالت على ملك الدولة اليوم وهنا نروا فيها مثلا وخلينا نقولوا عندك تونيسير عندك العديد من المؤسسات الأخرى اللي مع الأسف تحقق فيه خسائر كبيرة ومش معقول نقود وإحنا مدفعي الزراء بنخلصوا في الشركات الخاسرة ومنعناش حاتم عليش ديما فهم التطرف في الأفكار معنى الناس اللي تقول لك خاوسس كل شي وكذي وما هي موش مصلحة البلاد والرأي الأخر يقول لك حتى منشأة عمومية ما تتمسوا حتى شي تبع الدولة ما يتمس هلو ركو يروا أنه الحل هو البينبين لجوث مليو كلك يتقرأ وحده ويتحذر وحده ويتخذ فيه قرار وحده نعودوا نقولوا أنا دولة تبيع في الدخار مش معقول أن اليوم أنا منوبول الدخار كدولة ما يجيش حتى حتى ما يجيش دولة تمرت في العبادة المتاحة ومسؤولة هي نوراموت كيف حدوك تبيع المعمل هاد وغير وغير وفهم حاجات كان يتباعوا كليا وفهم حاجات كان يتباعوا نسبيا وتقعد ديما سلطة القرار لتونس ما يبدل شاي في السيادة متاعنا علش حاسين أن السيادة متاع بلادنا مربوطة بمصر دخان ولا بشريكة ولا كذي هادا رايي انتوكا علش مرقينيش لو جوزت مليول تاوه حاطب خطر السنين والكلام يتعاود رابا خطر ما نستعرفوش بخطاءنا خطر عنا كل واحد يقول لك الفترة متاعي هي الفترة اللي بشتصلح والفترة اللي قابلي هي اللي كانت معناها الاشكال في الفترة هذه رجعنا حتى الالفين تاوراه تعدينا العشرية السودية العشرية السودية مصمصنية الكل تعدينا تاور للحكم من الفين واثنين الخيارات الدولة معناها يلزم يلزم ساق انفانتيرو ويلزم تكون عنا الجرأة دو الفولير الاوفورنو عليش مساكر تعب الاوفورنو ما عادش موديرن ما عادش يتصلح يلزم كي اما تعمل النوتر اوفورنو والحديد راو في العالم اجمع فم معناها اشكال كبيرة انت فرنسا فرنسا اللي كانت عندها فلورام تزادها متاع السيديروجي والسيديروجي معناها صناعة الحديد وبعدش وبيعت مدرانج الهندي 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 مونابول مش نحن مش خيارات كن الهندي بش نحلوا بش الاقتصاد متاعك يتحل سينو معاش يخرجوكم من منظومة الاقتصاد العالمي خاطر انتي تقول انا عندي المونوبول وبلاد اخرى انتي تشري من عندك مثلا ام برودوي بش نبسطة انتي عندك مونوبول الحديد بلاد اخرى تشري من عندك الحديد بسو مرخيص الوركو هي في بلادها فهمة منافسة دونك هي الدولة هذيكة معاش تشري من عندك كما تصير في اوروبا تقولك انتي تسوفونسيون الحاجة هذيكة انتي كدولة تعاون تبيع بالاخسارة باش انتي تاخو معنا تنافس فيها على ذيك ان احنا تلزينا باش نحلوا الاقتصاد متاعنا دونك ما تحسبش كان السياسيين ولا تحسب المنظومة الاقديمة حاول صلح باللي عندك بالمعطيات الحالية اللي عندك مثلا هل مجدوى من الدولة تكون عندها مونوبول في كل شي ومبلوس نخدم بحاشة فما كلمة جديدة اليوم تقالت هي ماشين في الاهلية يزين فاصلنا شنوى الاهلية المشروع المشروع الرئيس اللي مازلنا قاعدين نكتشفو فيه نتحسو فيه ابرز المعالم لانو منش فاهمينو اصون بورسان كيفش فيه علاقة بالشركة الاهلية تقول انتي مش معقول الدولة عندها المونوبول مش معقول اكثر انها عندها مونوبول وتخسر الدخان مثالا وبرشة حاجات اخرين رشا ليش هذا ما يتحطش عدوسي اليوم حاتم محمود يتحط على التاولة ناخده فيه قرار وكل سلطة عندها فيزيون عندها استراتيجي اخوذ قرار فيه علاقة بالمؤسسات العمومية اللي يكون القرار الاسلم انه كلهم يقعدوا لا اذن منش نطالبوا باش تبيع استيق منش طالبوا باش تبيع سوريد منش طالبوا باش تبيع حاجات حساسة اللي فريمو تأثر على سيئاتك اللي بقيه الكل فيه ما يتحكيه انه تعدينا توق للشركات الاهلية الانتباع انه فما شركات اللي تحقق فيها رباح في عدة قطاعات وهي شركات خاصة تخاف لهذيك اليوم تبدأ تهرسل فيها تهرسل فيها وتشيطن فيها ليه انت تتضرب بالشركات باش نخلقوا شركات اخرى موازية اقولوا خاطر الفارس فاشنية عليش واحد بركة يربح عليش واحد بركة في القطاع اذاك يربح يزمني نضرب هذيك باش نخلق شركات اهلية اخرى برشا يكون واحد يربح يوليو برشا يربح الفكرة هي انك تفتح باب المنافسة زادا ما فهماش عليش واحد يربح خلي الناس كل ليس كونه تشارك عليش اقول الغي الرخص الغي كذا خلي لعبات تتنافس كله ميورغاني في مصلحة المستهلك التونسي اما كماشا انك مش تضرب شركات قائمة لا نحكيلك لا موقع تبدأ في الفلسفة انه رجال اعمال كلهم هما عندهم كركو شوزا سورو بروشي مع انت اليوم وقت لي تضرب انت من غديكة وتجيه تخلك تولي دور الدولة اللي هو دور تعديلي يولي يمشي على طرف مقابل طرف اخر نحكيو على كلمة الرئيس في عالقة بالانتخابات حاطب حبي تزيد حاجة قيس سعيد فما عنده الدفوم هو ديما عنده كان الرؤية السياسية معندوش رؤية اقتصادية توزعين بورقيبة وما دراك كانت عنده الكاريزمة السياسية ما عنيش واحد مع قيس سعيد عمرو ما اقترح علينا رؤية مثلا واحد عالم اقتصاد ديما الرؤية متاعه السياسية والحب كان الحل السياسي فم حلول اقتصادية نحكيو ديما مع الرئيس ولكن في علاقة بالانتخابات انتخابات المجالس المحلية في نفس المكان في مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة علق رئيس الجمهورية قيس سعيد على نتائج الانتخابات المحلية اللي تم تنظيمه لحد وين علق على العزوف عن الذهاب لمراكز الاقتراع ويكد انه يفضل تقديم نتائج وارقام حقيقية على ان يتم نشر نتائج مزيفة تفوق التسعين بالمئة تمت العملية الانتخابية بقطع نظر افضل من تسعة وتسعين بالمئة مزيفة افضل تكون النتائج حقيقية اي اذا كان السبب الاساسي هو في العزوف هو النتيجة لرفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان لابد من وقت الديمقراطية النيابية لابد منها ولكن لان التونسيين عاشوا في ظل برلمانات كانت سورية ثم في ظل برلمانات متكونة من مافيات في اغلبها مش كل محالة وثم عزوف بالنظر الى رفض فكرة البرلمان من المفارقات ان التونسيين الذين استشهدوا من اجل برلمان وطني لا يريدون اليوم برلمان لابد من وقت حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في من يتولى امره وليعلم ايضا المنتخبون بقطع النظر عن نسبة المشاركة ونسبة الاسوات التي تحصلوا عليها انهم مسؤولون امام الذين انتخبوه هذه كلمة رئيس الجمهورية زياد يقول لك من المفارقات قالوا ليس استشهدت وعطات دمها بشتعمل البرلمان وصالت اليوم لا ترغب في البرلمان من المسؤول عن هذا؟ المسؤول هو بجنبك احكي معها او كوجه واللي بدأ يحكي الرئيس وجه صفار المسؤول هو البارودي لا بالعكس البارودي والله يقدم حاجات بها في المجلس الحق متعرف لدائرين بالبارودي لا بالعاني حبيت امام بعد سخفني نحكيو في هذا بعد شوية بالحق التوينس النوب ساروا معاش يحبوا يشوفوا حاجة اسمها مجلس حتى معاش يلوجوا بشوفهموا مجلس نوية مجلس محلي مجلس اقليمي العزو في هذا يقول لك سبب الرئيس ما سار قبل بعد الثورة نرجو نحكيو بعد الفصل اصبح الخير تونس ابدأ